عليكم السلامة أحباته أهلا ونسأل بكم في برنامجكم لحظات قرآنية وهذه الحلقة رقم 1189 ونحن لازلنا في تدبر لصورة الفاتحة وعشتنا قبل ذلك باسم الله الرحمن وحلقة في الرحيم هذه الحلقة رقم اثنين في تدبر اسم الله الرحيم وأول حاجة في هذه الحلقة هو أسباب الرحمة يعني كيف تحصل على الرحمة أن تكون متقين لأن الله سبحانه وتعالى لا يرحم الذي يعلون الحرب على الله الذي يعلون الحرب على الله بالمعصية لا يمكن أن يرحمه الله فالتقوى نوح قال لقومين أَوَا عَجِبْتُمْ أَنْ جَأَكُمْ ذِكْرٌ مَنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِذَا اتَّقَيْتُمْ الله أَرْحَمُكُمْ هُمْ لَمَ يَتَّقُوا فَأَغْرَقَهُمُ اللَّهُ بِالطُّفَانِ دي الآية 63 من سلوة العراف وفي الآية 65 من سلوة ياسين واذا قال لهم اتقوا ما بين أديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون إذا اتقيتم هنا وهنا ما بين أديكم وما خلفكم يبقى لعلكم ترحمون وفي سلوة الحجرات إنما المؤمنين أقوى فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فالتقوى أقوى أسباب الرحمة يعني أن تنالك أو أن تهبط عليك رحمة الله جل وعلا برضو يعني التقوى معناها الطاعة أنه لا يمكن الإنسان متقي أن يعصي يعني يتذكرون بالتق ربنا وبخف من ربنا حتى لو عصى بيدواذر بالتوبة فطاعة الله جل وعلا تدخل في إطار التقوى أيضا فسرط النور للآية 56 وَأَقِمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعْلَكُمْ تُرْحَمُونَ هنا تماما يعني أقول لك أطيع الله وأطيع الرسول طاعة الرسول اللي هي رسالة أنت حين تطيع الرسول طبعا الرسول مات حين تطيع الرسول هو في حياته كانت طاعته مرتبطة بتبليغه الرسالة بعد موته أصبح الرسول قائما بيننا اللي هو القرآن الكريم وَأَقِمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَكُمْ تُرْحَمُونَ هذا أمر من عهد النبي إلى قيام الساعة طرم أن القرآن محفوظ ملادين الله جل وعلا إلى قيام الساعة إلى آخر الزمان في سورة آل عمران واطعوا الله والرسول لعلكم تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وسورة الآل عمران 155 وهذا كتاب هذا كتاب اللي هو الرسول وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه هو التقو لعلكم تُرْحَمُونَ يعني اتباع الكتاب هو التقوى الله ونقول ونعيد ونكر أن الواو حين تأتيه فهي للبيان العطف بالواو يفيد البيان وفي سورة الأعراف برد نسبة القرآن وماذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصته ليه؟ لعلكم تُرْحَمُونَ الآن 24 من سورة الأعراف أيضا من ضمن التقوى الاستغفار الواحد يستغفر إذا وقع في معصية ويعود ويؤوب ويتوب إلى الله جل وعلا وصالح عليه السلام قال لقومي ثمود قال يا قومي لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لولا تستغفرون الله لعلكم تُرْحَمُونَ لم يستغفروا ولم يتوبوا فأهلكهم الله جل وعلا يبقى إحنا هنا بقى بنفهم أن أسباب الرحمة هي التقوى طاعة الله ورسوله هي الاستماع للقرآن والإنصاد إليه هي الاستغفار يعني كلما اقتربت من الله جل وعلا بالتقوى وبالطاعة فأصبحت مؤهلا لأن تهبط عليك رحمة الله هنا ندخل في موضوع الثاني اللي هو مشيئة الرحمة ومشيئة العذاب احنا أقول الحق من ربكم فمن شاء فلؤمن ومن شاء فلأقفر ده فرورة الكهف ده 29 يعني أنت تشاء أن تؤمن وأن تشاء وتشاء أن تكفر وإذا يعني الهداية هداية ده شأن شخصي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه إذا اللي بيهتدي ده المشيئة بتاعته دية معناها أن الله سبحانه وتعالى اختصه برحمته يعني عندما يقول أبونا سبحانه وتعالى يقول يدخل من يشاء في رحمته والظالمين عد لهم عذبا أليمة لسلوة الإنسان يبدأ يدخل من يشاء يعني من يشاء الدخول في رحمة الله جل وعلا أدخله الله جل وعلا في رحمته أما الظالمين يعني هم الذين شاءوا لأنفسهم هذا أن نكونوا ظالمين فأعد الله لهم عذبا عظيم سلوة آل عمران يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم 74 يعني يختص برحمته من يشاء من يشاء من الناس الإيمان والهدى أن يختصه الله برحمته هذا اختياره والله سبحانه وتعالى وعد وهو لا يخلو في المعاد أن يرحم من آمن واتقه وعمل صالحا في سلوة العنكبوت يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون يعذب من يشاء يعني من يشاء أن يكون ضالا ربنا يعزبه ومن يشاء أن يكون متقيا ربنا سبحانه وتعالى يرحمه وإليه تقلبون تقلبون يعني البعث في سلوة الإنسان يدخل من يشاء وفرحمته والظالمين عد لهم عذابا أليمة حتلاقي هنا إن في مشيئة الرحمة ومشيئة العذاب ونحن بالخيار يعني أنا أعد ممكن أروح أعصي يبقى أنا شئت أن أعصي وأن أكون عدوا لله جل وعلا وأختار هذا الطريق يبقى إذن لا مجال للرحمة لي والله مجال لأني أختصني الله جل وعلا برحمته لكن أنا عكس بقى نفرض أن أنا مشيت يعني متقيا يبقى إذن الله سبحانه وتعالى يدخلني طالما أنا شئت هذا وعملت بهذا يدخلني في رحمته ويختصني برحمته فالناس اللي تفهم غلط يقولك أنه هو ربنا اللي بيختاره خلاص ربنا اختص دول برحمته واختص دول بعد نسبة الظلم لله جل وعلا وده بيخالف أصلا نزول الكتاب ونزول الكتاب عشان نستهتدي ومن اهتدي فالناما يهتدي لنفسه فبالتالي هو لابد من أن يكون هناك إرادة ومشيئة بشرية الذي يشاء الضلال ربنا يمد له من العذاب من الضلالة مدى ولا يمكن أن يختصه الله برحمته الذي يشاء الهداية ربنا يزيده هدى ويزيد الله الذين اتدوا هدى والباقيات الصالحات وهكذا لكن احنا لاحظنا هنا يدخلوا من الشاء في رحمته والظالمين عد لهم عذابا أليما هنا في رحمة وعذاب في الدنيا والأخير يعني في اثنين حكتين متقابلتين ودعا من لي فئات كثيرة يعني في صورة الأعراف وتأذانا ربك اللي بعطانا عليهم إلى يوم القيمة من يسوهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور الرحيم ده يعني هذا يتوقف على انت بتعمل ايه هو سريع العقاب لمن يستحق العقاب ولا يصدم ربك احدا وما ربك بظلام للعبيد واحد انسان كويس ربنا حيعزمه ازاي حتى ربنا سبحانه تعالى قال ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم حيعزمكم اذا كنت شاكري المؤمنين فهو جل وعلا يعني يعاملون بعدل لا ماثيل له بل اكتر من العدل ان هو يحسن الينا ويتجاوز عن سيئاتنا ويقبل توبتنا فهنا بقى بتلاقي فيه تزاوج بين العذاب وبين الرحمة العذاب لمن استحق والرحمة لمن استحق ودالي جاء في صوت الحجر نبع عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم فالغفور الرحيم لمن استحق والعذاب الاليم لمن يستحق وفي سورة الاعراف مئة اربعة وخمسين واكتب لنا في هذا الدنيا حسن وفي الاخرة انه الدنيا قال عذابي اصيب به من اشاء يعني من اشاء ومشيئته ان يصاب بهذا العذاب من يستحق هذا العذاب لان الله جل وعلا لا يظلم احد عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها لذين يتقون اوتنا الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون وفي سورة الاسرائيل الاربعة وخمسين ربكم اعلمكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليه الموكين لست وكين على احد كل احد يختار يشاء ان يهتدي او يشاء ان يضل وعلى اساس مشيئة الانسان ان تكون رحمة الله او يكون عذاب الله وفي سورة الانعام الاية 147 فانكذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سبحانه تعالى رحمة واسعة لمن يستحق من يكون مجرما لا يستطيع احد ان يرد بأس الله وانتقام الله عنه وهذا وعظ للمستبدين في كوكب المحمديين بعد كده الله سبحانه تعالى يعني انزل الكتب الالهية لتكون رحمة طبعا لم يلزم يعني لم ينزل مع الكتب الالهية ملائكة اللي ميؤمنش بيها وميعملش بيها روح واخدينه كده قدام الناس وحطينه ويضربوه ويعزبوه لا هذا الدين له يوم ويوم الدين فالكتب الالهية موجودة رحمة رحمة لمن لمن اراد وشاء ان يؤمن بها وان يعمل وفقها فقل سبحانه تعالى للتوراة طبعا ايات كثيرة في الموضوعات دي رحمة سبحانه تعالى يقول ومن قبلي كتاب موسى اماما ورحمة ده لحقها في الاية 12 وسوط القصص 43 وقالت للموسى الكتاب من بعد مهركنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلو ما تذكرون دعنا التوراة بالنسبة للقرآن الكريم وصفوا بانه رحمة كثير جدا طبعا لا نستطيع نحنا نجيب كل الايات نحنا اكتفي بيقول سبحانه تعالى وَمَا أَرْسَنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ هنا ليس الكلام عن النبي محمد النبي محمد مات لكن القرآن لا يزال موجودا فإذا وَمَا أَرْسَنَكَ وَمَا أَرْسَنَكَ بِالْقُرْآنِ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ من وقته إلى آخر الزمان دي الآية 107 من سلوة الأنبياء طبعا المحمدين عكسوا هذا تماما وأصبحوا هم إرهابا للعالمين يبقى القرآن رحمة للعالمين وهم تركوا القرآن وأصبحوا لعنة عن البشرين ودالي يعني دا بقى تفسره الآية اثنين تبليم من سلوة الإسراء يقول سبحانه وتعالى وَنَزِلْنَا الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا فحين تكون مؤمنا يكون القرآن لك شفاء ورحمة أنك تتمسك به وتعتصم به فاستمسك بالذي أوحي إليك هذا أمر للنبي محمد عليه السلام فمن يستمسك بالقرآن يكون القرآن رحمة وهداية له الذي يدخل على القرآن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بعض ويتلاعب ويلحد كل الأئمة المحمدين بهذا النظام من مات منهم ومن لا يزال يعيش ولا يزيل الظالمين إلا خسر يبقى القرآن نفسه يزيدهم خسار القرآن نفسه يزيد المؤمنين إيمانا وهدى ويزيد الظالمين يعني هو ظالم الأول فخش بظلمه على القرآن الكريم يلوي عنق الآيات ويحط أحاديث ويقولك السنة حاكمة على القرآن والسنة تنسخ القرآن بمعنى مش عارف ايه والتفاسير فوق القرآن فده ولا يزيد الظالمين إلا خسر والقرآن هو رحمة لكن يكون خسارا على الظالمين ده بيتوقف عليك انت هل ستدخله وأنت تتقى الله جل وعلا وتدخله على القرآن وأنت ظالم لنفسك الآية 52 ثورة الأعرف يقول فيها سبحانه وتعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم نؤمنون تفصلات القرآن الكريم لم تأتي عبثا سبحانه وتعالى جل وعلا يعني انه لقود فصل وما هو بالهزل هي جئت على علم العلم من العليم جل وعلا سبحانه وتعالى ولقد جئناهم كتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لمين لقوم نؤمنون إذا الناس الذي لا يؤمن بقى يقول لك طب فين كذا طب القرآن ما جابش كذا دابا ارمي برا في سورة يونس يا الناس قد جاءتكم موعزة من ربكم وشفاء لما في الصدور كلمة شفاء التي جاءت في سورة الإسراء وفي هذه الصورة سورة يونس الشفاء يعني هو مش شفاء للمعدة والجرب والحاجات دي لا هو شفاء للنفس يعني جماعة دوما يفتحوا صادلياء عيادات يقول لك شفاء بالقرآن دول يعني يستحقون أن يبصق عليهم قبل الأكل وبعدهم الشفاء هو شفاء النفس هو الهداية ولقد جئناهم كتاب فصلناه على علم الهدى ورحمة القوم المؤمنون الآية سبعة وخمسين الآية سبعة وخمسين يا الناس قد جاءتكم موعزة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ده فضل بتاع ربنا سبحانه وتعالى ورحمة وهذا القرآن هو أحسن لك من بلايين مش ملايين بلايين الدنيا إذا كنت بتجمعها القرآن كاف وده اللي ربنا أولا بكشف أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم المؤمنون الذي يكتفي بالقرآن وحده ويترك غيره يكتفي بحديث الله جل وعلا وحده في القرآن فأي حديث بعده يؤمنون فأي حديث بعد الله يأتي يؤمنون هذا تناله رحمة الله قال بكشف أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم إن في ذلك الكتاب الذي يكفيك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وفي سورة لقمان الآية الثلاثة هدى ورحمة لمن للمحسنين وفي سورة النمل الآية 77 وأنه لهدى ورحمة لمن للمؤمنين يبا هدى ورحمة للمحسنين في سورة لقمان هدى ورحمة للمؤمنين في سورة النمل طيب في بعد كده موضوع هل واحد وقع في الذنوب إلى آخره لا يصح له أن يقنط من رحمة الله لأنه لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون وده الذي جاء في سورة الحجر وده جاء في سورة الزمر الآية 53 يقول يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يقفر ذنوبا جميعاً إنه الغفور الرحيم يعني لا نقنط ولا نيأس من رحمة الله جل وعلا طلبا لدينا استعداد للتوبة التوبة النصوح شكرا أحباتي وعليكم السلام